سياسيا قال وزير الخارجية السعودي عدل جبير إن المعارضة السورية هي التي ستحدد من يمثلها في المفاوضات مع النظام وشدد جبير في مؤتمر صحفي في الرياض مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس على أنه لا يجوز لأي طرف أن يفرض على المعارضة من يمثلها في مباحثات السلام المقررة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري في جنيف من جانبه اعتبر فابيوس أنه من الصعب جدا مشاركة المعارضة السورية المعتدلة في المحادثات في الوقت الذي يتم استهدافها ميدنيا ودعا فابيوس نظام الأسد إلى وضع حد للتجويع وقصف السوريين